اشتركوا في القناة فخرج الحسنان الى المسجد تقول اسمى دخلت فاطمة الى الحجرة لتصلي وتقرأ القرآن بينما انا اسمع صوتها بالقرآن اذ انقطع صوت فاطمة فدخلت عليها الحجرة واذا بها ممدد نحو القبل والرداء على وجهها كشفت الرداء غنى واذا بها قد فارقت روحها الدن يا قلب يا قلب ذوب وهي اليدام غي على الماتة وتصرخ يطلغي رجع الحسن والحسين الى الدار استقبلتهما اسماء تقول قدمت اليهم الطعام اول سؤال اين فاطمة اين امنا فاطمة قلت لهما سيدي ان امكما نائما قالا وما ينيم امنا في هذا الوقت ليس من طبعها ان تنام هذا الوقت تقول وضع الطبق فيه طعام كلا يا قرة عيني رسول الله حتى اأخذ الوقت الى ان يعود امير المؤمنين كلا من هذا الطعام حسن حسين يا نور عيني كلا تقول اطرقا برأسيهما الى العر وفاضت دموعهما فاضت عينهما بالدموع حسوا بشيء حسى بشيء واذا الامام الحسن يقول اسماء من اين علمتي اننا نأكل وليست معنا امنا فاطمة كل يوم نأكل معها ليش يوم محدنا فقام الحسين سلام الله عليه الى الحجر مهرولا الامام الحسين جلس عند رأسها يقبل رأسها ويقبل رجليها تقول اسماء والله لقد كسر قلبي الحسين سمعته يقول لها امه كلميني قبل خروج روحي من بدل ويقبل رجليها كذلك الامام الحسن اذهبا الى ابيكما علي واخبراه بموت امكما فاطمة اقبل الى المسجد في بكاء ونحيب استقبلهما الاصحاب ما يبكيكما يا قرة عيني رسول الله لعلكما تذكرتما مصاب جدكما رسول الله قالا لا وليس قد ماتت امنا فاطمة لما سمع نير المؤمنين وقع في المسجد مضمن عليه نثروا عليه شيئا من الماء فلما افاق اقبل مع الحسن والحسين الى الدار فجلس غنب رأسها يقل للهدى قل لي يليش تايسين مردت جبدت يمحسن وغسين يقل لاب وكد غسلي يا ابو الحسن انا اريد اللي تشوف فعليه تصبير وتراني طاهر ولو غسلتني اريدك لا تجسض ضيومتني يقول والله انها كانت كريمة ميمونة وضعتها على المغتسل كلما اردت جانبا انحلت حولت الى الجانب الآخر ثم قلت حسن حسين زينب هلم وتزودوا من امكم فاطمة اقبل الحسن والحسين يبكيان يا بنت رسول الله وغربتنا من بعدك ابلغي جدنا السلام عنا وقولي له انا بقينا يتيمين بعدك منكسرين يقول الامام نظرت اليها حنت وانت ومدت يديها وضمت الحسن والحسين الى صدرها واذا بالنداء من السماء يا علي يا علي ارفعهما فلقد والله ابكى يا ملائكة السماء وقد اشتاق الحبيب الى حبيبه جاء بها الى القبر في ذلك الوقت الرهيب في الهزيع الاخير من الليل التفت الى الناس الذين مع هؤلاء حفنة من الرجال العباس بفضل من العباس ارجعوا ثم قال يا أبا ذار عم خذ بيد الحسنين وارجع بهما الى الدار انزلها في القبر اهال عليهم ترب في تلك اللحظة هاجت به أحزانه اتجه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله السلام عليك يا رسول الله عني وعن ابنتك النازل في جوارك السريعة اللي حاق بك قل يا رسول الله عن صفيتك صبري ورق عن سيدة النساء تجلدي صد وضاقت بعين الوسيقى ونادى يا رسول الله الوديقى ردت لي أكو المهل سريقى مكسورة لظلقه الجفن محمر الإمام يقول لرسول الله يقول وأحفها السؤال واستخبرها الحال من كلمة وأحفها السؤال يظهر أن الزهراء ما كانت عندها نية أن تخبر حتى أباها رسول الله بما جرى عليها من المصاب التفت إشلوه؟ يعني هي أخفت القضية عن أمير المؤمنين بس الإمام لما يقول وأحفها السؤال يعني أنه حتى النبي ما راح تخبره الزهراء بما جرى عليها الله حسين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة